بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذه دقائق مباركات مع اسم الله تعالى المقيت واسم الله المقيت ورد في كتابه الكريم مرة واحدة وذلك في قول الله من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا ومعنى المقيت الذي أوصل إلى الموجودات والمخلوقات أقواتها وأرزاقها وخلق لها ما به تقتات وتعيش وما يمسك رمقها ويحقق حياتها والمقيت أيضا هو الحافظ الشاهد الحسيب والمقيت هو المجازي كما قال سبحانه وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين إذن المقيت هو الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات وأوصل إلى الموجودات أرزاقها وصرفها كيف شاء بحكمته ورحمته وحمده ويبدو أن هناك فرقا بين اسم الله المقيت واسم الله تعالى الرزاق فالمقيت أخص من الرزاق لماذا؟ لأنه يختص بالقوت أم الرزاق فيتناول القوت وغير القوت والمقيت سبحانه يقدر حاجة الخلائق بعلمه ثم يسوقها إليهم بقدرته ليقيتهم بها ويحفظهم قال الله عز وجل وقدر فيها أقواتها وقدر فيها أقواتها أي ما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق والأماكن التي تزرع وفيها تغرس تلك المأكولات ولما كان من معاني المقيت الحفيظ والقدير فإنما ذكر من الآثار في هذين الإسمين أي الحفيظ والقدير يناسب هنا أيضا وأما المعنى الآخر للمقيت وهو الذي يقيت عباده ولسوق أرزاقهم إليهم فإن ما ذكر أيضا في اسم الله تعالى الرزاق يناسب هذا أيضا فمن آمن بأن الله تعالى هو المقيت توكل على الله وبذل الأسباب المادية من الضرب في الأرض وتدبر أمر الرزق والمعيشة بالكسب والكد والتجارة مع التوكل على الله تعالى والدعاء والإيمان بأن الأمر بيد الله تعالى وحده وقد كان النبي صلى الله عليه وآله يدعو فيقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا ويشمل الإيمان بذلك الإيمان بقدرته سبحانه وتعالى على كل شيء كما قيل وذي ضغن كففت النفس عنه وكنت على مساءته مقيتا ومن معاني المقيت الذي يعطي عباده الحياة ويعطي عباده المعرفة التي بها دوام حياة القلوب فهو يحيي أبدانهم ويحيي أرواحهم يحيي هذه الأبدان بما يسوقه إليهم مما تقتاته هذه الأبدان ويحيي أرواحهم بما هو أعظم وأهم وذلك بالوحي الذي هو روح هذا العبد ونجاة هذا العبد كما قال القائل فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فنسأل الله تبارك وتعالى باسمه المقيت أن يقيت أرواحنا وأبداننا وأن يوسع علينا في دنيانا وأخرانا إن ربنا جواد كريم بر رؤوف رحيم والحمد لله رب العالمين